بريطانيا اتحاة فرنسا بتسوية الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المونج ما بعد البريكزيت أمهلت المملكة المتحدة فرنسا 48 ساعة للتراجع قبل مباشرة إجراءات قانونية ضدها وكانت رئيسة الدبلوماسية البريطانية ليزتروس قد طالبت باريس بسحب تهديداتها حول الخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك وصفة تلك التهديدات بغير المعقولة على الإطلاق واتهمت لندن باريس بخرق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات ما لم تتراجع وفي وقت سابق أعلنت باريس تنفيذ إجراءات وصفت بالانتقامية ضد بريطانيا اعتبارا بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ الحمولة عدم إصدار بريطانيا وجزر الأنجلو التي تشمل جيرزي وغرينزي رخصا لقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد البريكزيت قرار أثار امتعاض فرنسا التي حذرت بدورها من أنه ما لم تتم الموافق على منح الترخيص فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرسية وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة